بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبرك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فما يزال هذا المجلس منعقداً من رحاب بيت الله الحرام قرب الكعبة المعظمة في هذه الليالي المباركة من ليالي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة نلتمس من خيراتها ونقتنص من بركاتها ونصيب من حسناتها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي وحسبون أن يكون هذا المجلس في أقل ما نحوز به من الخيرات والبركات استكثارنا فيه من الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وقد انعقد المجلس المنصرم ليلة الجمعة الماضية في مطلع الحديث عن هذا الكتاب القيم للإمام بن القيم رحمه الله تعالى جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم تقدم أيها المباركون ليلة الجمعة الماضية الحديث عن هذا الكتاب في سياق جملة من تراث علماء أمتنا المباركة التي كتبت في هذه العبادة الجليلة العظيمة عبادة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف هي روايات الأحاديث الواردة فيه والفضل والأجر والمواطن والصيغ التي تتعلق بهذا كله وأن كتاب الإمام بن القيم رحمه الله جلاء الأفهام هو من أفضل وأجل ما كتب في هذا الباب وقد استعرضنا أبواب الكتاب الخمسة ومضامينها وما اجتملت عليه من فصول ومنهج الإمام بن القيم رحمه الله تعالى فيه ومضى أيضا معنا صدر من كتاب الإمام في الباب الأول والباب الثاني تقدم أن الباب الأول هو في ذكر الأحاديث والروايات الواردة في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الإمام بن القيم رحمه الله تعالى سمى أكثر من أربعين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم أجمعين سماهم رواة لهذا الحديث المبارك في فضل الصلاة وصيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنستفتح كل جلسة إن شاء الله ببعض الروايات والأحاديث للانتقال منها إلى باقي أبواب الكتاب وعرض ما جاء فيها من أجل أن يكون لنا في كل مجلس مرور على بعض تلك الأحاديث ومعرفة ألفاظها عوضا عن أن نسردها كلها تباعا في مجلس واحد فمن ذلك ما تقدم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم في الصحيح وغيره من أصحاب السنن قال نحن إذا صلينا في صلاتنا وهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله فقال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وذكر الحديث هذا حديث أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه وأما حديث أبي حميد الساعد فرواه البخاري وغيره من أصحاب السنن أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وليعلم إخوتنا الكرام أن ذكر مثل هذه الأحاديث بهذه الروايات الصحيحة المخرجة في الصحيحين وغيرهما هو لمعرفتها ومعرفة ما جاء فيها أولا ثم لتطبيقها ثانيا فإن بعض الإخوة المسلمين لا يكادوا يعرفوا من هذه الصيغ إلا الصلاة الإبراهيمية التي تقرأ في التشهد الأخير في الصلاة ومنها أيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد أخرجه أيضا الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين قال رضي الله عنه عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد عرفنا فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه حديث ثلاثة أبي مسعود وكعب بن عجرة وحديث أبي حميد الساعدي وللبقية من باقي ألفاظ الروايات الواردة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نأتي عليها تباعا في ليالي المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى وأما الباب الثاني وهو الذي شرع فيه المصنف في شرح هذه الألفاظ الواردة في الحديث فإنه قد ابتدأ أولا بلفظة اللهم كما تقدم ليلة الجمعة الماضية ثم تناول معنى الصلاة التي تضمنها الحديث اللهم صلي على محمد وخلاصة ذلك للتذكير به أن الصلاة التي تطلب من الله عز وجل لخلقه نوعان صلاة عامة صلاة الله على عباده هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فهذه الصلاة بمعنى الرحمة صلاة الله على عباده الصلاة العامة هي بمعنى الرحمة لهم ومنه الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه مثل قوله اللهم صلي على آل أبي أوفا النوع الثاني من صلاة الله على عباده الصلاة الخاصة بالأنبياء والرسل عليهم السلام وبنبينا عليه الصلاة والسلام خاصة وهنا ساق المصنف أقوال أهل العلم فمنهم من قال إن صلاة الله أيضا بمعنى الرحمة أو قالوا بمعنى المغفرة وقد ضعف ذلك ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب من خمسة عشر وجها وأن الصلاة من الله على أنبيائه ليست بمعنى الرحمة والمغفرة ومرادفة لها لأنها تأتي مغايرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولا يقال لمن رحم شخصا إنه صلى عليه إلى آخر الأوجه التي أجاب بها رحمه الله ورجح أن صلاة الله على أنبيائه هي ثناؤه سبحانه وتعالى عليهم هي رفعة ذكرهم وقدرهم هي الشرف الذي ينالهم من ربهم جل وعلا ونحن إذا صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نسأل الله وقد صلى عليه أن يزيده صلاة أن يزيده ثناء أن يرفع ذكره ومقامه عليه الصلاة والسلام عنده في عليين فإن رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم رفعة لأمته وشرف مقداره ينال أمته أيضا صلوات ربي وسلامه عليه ولنكمل تتمة أبوابي أو فصول الباب الثاني وهي مقصود الكتاب وجله وهي شرح ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فشرح معنى اللهم وشرح معنى صلي وينتقل الآن إلى محمد اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثالث فصول الكتاب ما معنى اسمه عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا اسم نبيكم فما معنى محمد ومن أين جاء هذا الاسم وما اشتقاقه وما دلالته في اللغة هذا نبينا نحبه عليه الصلاة والسلام ونحب اسمه ونسمي أولادنا وبنينا باسمه صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله في الباب الأول الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه قال رحمه الله هذا الاسم هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو اسم منقول من الحمد في الأصل اسم مفعول من الحمد وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه هذا هو حقيقة الحمد وبني على زنة مفعل مثل معظم ومحبب ومسود ومبجل ونظائرها لأن هذا البناء موضوع للتكثير فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور هذا الفعل منه مرة بعد مرة مثل معلم ومفهم ومبين ونحوها وإذا اشتق منه اسم المفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه وليس منه مرة بعد أخرى فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى أو هو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى يقال حميد فهو محمد وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في شأنه عليه الصلاة والسلام وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمح الله به الكفرى ثم استطرد المصنف رحمه الله في هذه القاعدة ليبين أن الأسماء الأعلام التي تشتمل على أوصاف تدل على الذات وتدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم وانطلق رحمه الله يقرر قاعدة جليلة في فهم وتفسير أسماء الله الحسنى قال أسماء الرب كلها أسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة لم تدل على المدح ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وأطال رحمه الله في تقرير هذه القاعدة وانتقل إلى ما يتعلق بها وهذا من جميل الفوائد التي توجد في هذا الكتاب حتى قال رحمه الله ولو لم يكن في كتابنا إلا هذا الفصل وحده لك فمن له ذوق ومعرفة والله الموفق للصواب ثم عاد إلى اسم النبي عليه الصلاة والسلام قال فتسميته بهذا الاسم لما اجتمل عليه من مسماه وهو الحمد نبي عليه الصلاة والسلام محمد كثر حمد الناس له هو محمود عند الله ومحمود عند الملائكة ومحمود عند عباد الله المؤمنين وعند إخوانه من الأنبياء والمرسلين محمود عند الخلق وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده بها فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه فهو في الحقيقة حامد له النبي عليه الصلاة والسلام اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره وهنا معنى اللطيف بيّنه ابن القيم رحمه الله كيف أن نسمى محمد لنبينا عليه الصلاة والسلام مناسب وملائم ولائق به من أكمل الوجوه يقول اجتمع له من مسمى الحمد ما لم يجتمع لغيره فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمدون يحمدون الله تعالى في السراء والضراء وصلاته وصلات أمته مفتتحة بالحمد وخطبه مفتتحة بالحمد وكتابه مفتتح بالحمد هكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد وبيده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لواء الحمد ولما يسجد بين يدي ربه للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم قال رحمه الله في عبارات جميلة جليلة رائعة قال وهو صلى الله عليه وسلم محمود بما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وفتح به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد الكواكب ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بماذا يعبده والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه وليس في الأرض موضع قدمين مشرق بنور الرسالة وقد نظر الله سبحانه حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا إلا بقايا على آثار من دين صحيح فأغاث الله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم وأحيى به الخليقة بعد الموت فهدى به من الضلالة وعلم به من بعد الجهالة وكثر به من بعد القلة وأعز به من بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فعرف صلى الله عليه وسلم الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت معرفة الرب سبحانه في قلوب عباده وانجلت وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل كفاهم وشفاهم صلى الله عليه وسلم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أعرفهم الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته لم يدع حسنا إلا أمر به ولا قبيحا إلا نهى عنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج الطبراني في معجمه الكبير وابن حبان ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما قال وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف كشف الأمر وأوضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلة إلا بيّنه وشرحه حتى هدى الله به القلوب من ضلالها وشفاها به من أسقامها وأغاثها به من جهلها فأي بشر أحق أن يحمد منه صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته أفضل الجزاء ولهذا قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن القيم رحمه الله وأصح القورين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لحظتم أن الله وصفه برسالته كونه رحمة للعالمين ولم يقل للمؤمنين فهل يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والموافق والمخالف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول رحمه الله أصح القولين أنه على عمومه فكيف يكون رحمة عليه الصلاة والسلام لغير المسلمين للكفار لمن كذب برسالته كيف يكون رحمة ورسالته رحمة قال هنا وجهان أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته صلى الله عليه وسلم أما أتباعه فنالوا كرامة الدنيا والآخرة وأما أعداؤه فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم لأن حياتهم زيادة في تغليظ العذاب وقد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل شراً بذلك العهد من المحاربين وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان حقن دمائهم وأموالهم واحترامها وجرايان وحكام المسلمين عليهم فهذا من الرحمة وأما الأمم النائية عنه فإن الله رفع برسالته صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين أن نفع برسالته أن نفع برسالته صلى الله عليه وسلم إذن هو رحمة للعالمين مسلمهم وكافرهم على حد سواء الوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام رحمة لكل أحد مسلماً كان أو كافراً لكن المؤمن قبل هذه الرحمة فانتفع بها في الدنيا وفي الآخرة وما الكافر فردها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمةً له لكنه ما قبلها كما يقال هذا دواء لهذا المرض وإن لم يستعمله المريض أو ينتفع به لم يخرج عن كونه دواءً نافعًا لهذا المرض قال ومما يحمد عليه أيضاً صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فإن من عرف أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق بني آدم فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاً وأحلمهم صلى الله عليه وسلم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالاً وأعظمهم عفواً ومغفرةً صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً وقد ساق المصنف في هذا جملةً من الآثار والروايات التي وصفت خلقه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه من ذلك قول علي رضي الله عنه فيما أخرج الترمذي في السنن وفي الشمائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدراً وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله كان أجود الناس صدراً قال أراد به بر الصدر وكثرة خيره وأن الخير يتفجر منه تفجيراً وأنه منطو على كل خلق جميل وعلى كل خير كما قال بعض أهل العلم وهذه العبارة ما أروعها يقول قال بعض أهل العلم ليس في الدنيا كلها محل كان أكثر خيراً من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الخير بحذافيره وأودع في صدره صلى الله عليه وآله وسلم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى أيضاً إلى جملة من الروايات التي تبين كريم خلقه وطيب شمائله عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام وجد من محبة الله ومحبة الخلق ما حمد عليه فكان محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قال والمقصود أن كل محبة وتعظيم للبشر تجوز تبعاً لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وأن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الله عليه من المهابة والمحبة ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة ولهذا قال عمر بن العاص لم يكن شخص أبغض إلي منه فلما أسلم قال لم يكن شخص أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه صلى الله عليه وسلم قال ولو سئلت أن أصفه لكم ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالاً له صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عند مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى إذن هذا معنى محمد كثير الحمد وهو محمود عند الله محمود عند الخلق من وجوه عظيمة اجتمعت له صلوات الله وسلامه عليه لم تجتمع لغيره فأنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة حظية حفية بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرد المصنف رحمه الله هنا أيضاً مسألة لطيفة ما الفرق بين الإسمين محمد وأحمد وكلاه ما اسم له عليه الصلاة والسلام قال من وجهين الفرق من وجهين أحدهما أن محمداً يعني المحمود حمداً بعد حمد فهو دال على كثرة الحامدين له وكثرة حمدهم إياه مرة بعد مرة وهذا يستلزم كثرة موجبات حمده عليه الصلاة والسلام أما أحمد فهو أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحق غيره فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادته في الكيفية فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر صلوات الله وسلامه عليه هذا الفرق الأول بين إسمي محمد وأحمد وكلاه ما اسم لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال الوجه الثاني من الفرق أن محمد بمعنى المحمود حمداً متكرراً مرة بعد مرة كما تقدم أما أحمد فمعناه في هذا التفريق أن حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره فأحد الإسمين محمد يدل على كونه هو محموداً ودل الإسم الثاني أحمد على كونه هو خير الحامدين لربه وأعظمهم عليه الصلاة والسلام وساق هنا أيضاً كلاماً لطيفاً وفوائد لغوية فيما يتعلق بالصياغة والوزن الصرفي والاشتقاق ثم انتقل منها رحمه الله تعالى إلى مسألة فيما يتعلق باسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد أن تسميته بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد كما ذكر أبو القاسم السهيلي رحمه الله تعالى في الروض الأنف يشرح سيرة ابن هشام قال ولهذا بشر به عيسى عليه السلام باسمه أحمد كما في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وفي حديث طويل أخرجه أبو نعيم وغيره وهو ضعيف السند لما قال تلك أمة أحمد يا موسى ثم ناقش المصنف هذا القول وأن اسم أحمد كان قبل اسم محمد له عليه الصلاة والسلام وناقشه من وجوه أن اسم محمد أيضاً كان موجوداً قبل الإنجيل كما في التوراة وقر بهذا كل عالم من مؤمني أهل الكتاب وأيضاً نقل عن بعض شروح التوراة ما يدل على وجود اسم محمد فيها فيكون سابقاً على اسم أحمد لا كما يظن أنه تقدم عليه وأطال رحمه الله تعالى في هذا النقل وقرر بأنه لا يصح التسليم بهذا على الإطلاق وإنما سمى عيسى عليه السلام نبينا أحمد كما في القرآن فتسميته بأحمد متأخرة عن تسميته محمداً في التوراة ومتقدمة على تسميته محمداً في القرآن فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما وهذان الإسمان كما تقدم صفتان في الحقيقة تحملان معنى الحمد له والحمد منه عليه الصلاة والسلام وهذا كله من فوائد هذا الاسم الكريم لنبينا عليه الصلاة والسلام إذن في الصيغة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم وقد تقدم معناها وصلي وعرفنا معنى الصلاة وأما محمد فهذا كلامه في الفصل الثالث في الفصل الرابع انتقل المصنف رحمه الله إلى معنى اسم الآل ألسنا نقول صلي على محمد وعلى آل محمد فما معنى آل محمد من آله عليه الصلاة والسلام ومن أين جاءت هذه الكلمة لغة خصص الفصل الرابع رحمه الله في هذا الباب الثاني من الكتاب لبيان معنى الآل واشتقاقه وأحكامه ثم نقل قولين لأهل اللغة أن كلمة آل أصلها أهل في القول الأول أهل الكلمة المعروفة ثم قلبت الهمزة ثم قلبت الهاء همزة فصارت أل ثم خففت الهمزة وسهلت على قياس أمثالها فأبدلت أليفا فأصبحت آل ثم ضعف هذا القول بأنه من وجوه اللغوية عدة غير مسلم به ثم قال وهذا يعود إلى معنى آل بمعنى رجع انتقل إلى القول الثاني أن آل عائدة من الأول وهو أصل اشتقاقها ثم قلبت الواو أيضا فصارت أول وآل الرجل بمعنى أهله وعياله وهي من آل يؤول بمعنى رجع فآل الرجل هم الذي يرجعون إليه ويضافون إليه ويؤولهم يعني يسوسهم فيكونوا مآلهم إليه إذن إما من أهل وإما من أول بمعنى آل أي رجع أما معنى ذلك فقال بعض أهل العلم آل الرجل نفسه وآل الرجل لمن يتبعه وآله أهله وأقاربه إذن آل الشخص نفس الشخص وآله أيضا أهله وأهل وأهله أيضا أقاربه وعشيرته وجماعته من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو أوفى الصحابي الجليل بصدقته فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى وقال الله سلام على إلياسين وفي قراءة صحيحة على آل ياسين وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها فيكون الآل هنا بمعنى الرجل نفسه وأتباعه وأسرته وجماعته وقرابته وناقش المصنف رحمه الله ما يتعلق بقراءة إلياسين وآل ياسين قال ففصل النزاع بعدما ذكر الخلاف أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه لما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون داخل أو غير داخل الجواب بلى قال إذا جاءت آل مفردة دخل فيها المضاف إليه ولا ريب في دخول فرعون في آله في قوله أدخلوا آل فرعون ومثله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ففرعون داخل فيه ومنه أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قد تقدم قبل قليل اللهم صل على آل أبي أوفى فأبو أوفى الصحابي نفسه الذي جاء بصدقته داخل في هذا الدعاء وإن لم يسمه فمعنى دخول الرجل في آله من باب أولى كما تقدم لكن إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم فرق بين أن تقول أعطي هذا لزيد وآل زيد فلما فصلت زيدا وحده فإنه لن يدخل في قولك آل زيد لأنك قد نصصت عليه وخصصته ولو قلت أعطي آل زيد دخل فيهم بلا خلاف كما تقدم من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في هذا كما قال ابن القيم رحمه الله على أربعة أقوال القول الأول هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء أنهم بنوا هاشم وبنوا المطلب وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه الثاني أنهم بنوا هاشم خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد والقول الثالث أنهم بنوا هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب فيدخل فيهم بنوا المطلب وبنوا أمية وبنوا نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب وهذا اختيار بعض العلماء مثل أشهب من أصحاب الإمام مالك وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ وهذا القول أنهم من تحرم عليهم الصدقة هو قول الإمام الشافعي المنصوص عنه وقول أحمد والأكثرين وهو اختيار جمهور أصحاب الإمامين الشافعي وأحمد رحم الله الجميع إذن هذا القول الأول أن لما نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد فآله كل من حرمت عليهم الصدقة بخلاف هل هم بنوا هاشم فقط أم بنوا هاشم وبنوا المطلب أم بنوا هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب وقد سمعتم الأقوال القول الثاني أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم ذريته وأزواجه خاصة وليس كل بني هاشم ولا بني المطلب هم أزواجه وذريته خاصة هذا القول حكاه الإمام بن عبدالبر في التمهيد قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة لأنه قال في الحديث اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وفي رواية أبي حميد اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته فقال هذا تفسير ذلك الحديث وأن آل محمد في الرواية هم الذين ذكروا في الرواية الثانية أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم خاصة فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليك إذا واجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه قال ولا يجوز ذلك في غيرهم والآل والأهل سواء وآل الرجل وأهله سواء وهم الأزواج والذرية بدلالة هذا الحديث إذن هذا القول الثاني القول الثالث أن آل النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا فقط أزواجه وذريته وليسوا بني هاشم وبني المطلب فقط قالهم أتباعه من أمته إلى يوم القيام هذا القول حكاه بن عبد البر أيضا عن بعض أهل العلم قال ابن القيم وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكره البيهقي عنه يعني في السنن الكبرى وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام ورواه أيضا عن سفيان الثوري وغيره واختار هذا القول بعض أصحاب الشافعي حكاه أبو الطيب الطبر ورجحه الإمام النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري القول الرابع أن آل النبي عليه الصلاة والسلام ليسهم كل أمته هم الأتقياء من أمته حكاه القاضي حسين والراغب الأصفهاني وجماعة إذن أربعة أقوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لأهل العلم في تفسير آل النبي عليه الصلاة والسلام نعيدها استذكارا واختصارا القول الأول أنهم بنوا هاشم وبنوا مطلب من حرمت عليهم الصدقة هل هم بنوا هاشم وبنوا مطلب خاصة أم يزود فوق بني هاشم إلى بني غالب القول الثاني أن آل النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه وذريته خاصة القول الثالث أتباعه من أمته إلى يوم القيامة القول الرابع المتقون الأتقياء من أمته خاصة عليه الصلاة والسلام وقد عرفت أصحاب الأقوال ومن يقول بكل قول ثم انتقل رحمه الله في ذكر الحجج والأدلة التي استدل بها أصحاب هذه الأقوال الأربعة وخص ذلك في فصل أطال فيه رحمه الله تعالى القول وذكر الروايات وأجاب عما يمكن الجواب عنه واختص من ذلك رحمه الله تعالى القول الأول والثاني لقوته وظهور أدلته وأطال رحمه الله تعالى في ذكر نقاش هذه الأدلة وصولا إلى ترجيح الراجح منها وتضعيف ما يراه ضعيفا رحمه الله تعالى وانتقل كذلك بعدها إلى الأزواج وخص هنا فصلا لطيفا في بيان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الأزواج جمع زوج ويقال زوجه والأول أفصح قال وأصلحنا له زوجه أسكن وأنت وزوجك الجنة ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة وساق رحمه الله تعالى في فوائد لغوية معنى الزوج والزواج وما دلالته في اللغة وكيف يأتي في القرآن الكريم ووجدها فرصة رحمه الله في هذا الفصل لأن يذكر أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا رضي الله عنهن وأرضاهن وأكرمهن في الآخرة كما أكرمهن في الدنيا بصحبة رسولنا عليه الصلاة والسلام قال فصل وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم ثم انتقل رحمه الله يسردهن ومناقبهن من خديجة بنت خويلد أمنا رضي الله عنها إلى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ورضي عن جميع أمهات المؤمنين قال خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العز بن قصي بن كلاب تزوجها بمكة وهو ابن خمس وعشرين سنة وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالى بالرسالة فآمنت به ونصرته فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح وقيل بأربع وقيل بخمس ولها خصائص رضي الله عنها منها أنه لم يتزوج عليها غيرها يعني كل زوجاته التي تزوجهن بعدها كانت بعد مماتها رضي الله عنها فما تزوج عليها ضرة في حياتها ومنها أن أولادها أولاده كلهم منها من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه غان من مارية القبطية رضي الله عنها ومنها أن أمنا خديجة خير نساء الأمة واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال هل هي أفضل أم عائشة أفضل والقول الثالث عند أهل العلم بالتوقف يقول ابن القيم رحمه الله سألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال يعني التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة فخديجة كانت تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكينه وتبذل دونه ما لها فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها قال وعائشة رضي الله عنها تأثيرها كان في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم بنيها يعني نحن أبناؤها في الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها هذا معنى كلامه رضي الله عنه يقصد كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن خصائصها أيضا أن الله بعث إليها بالسلام مع جبريل فبلغها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبريل سلم عليها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خواصر خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر وكفى بهذه منقبة وفضيلة من خواصرها أنها أول امرأة آمنت في الأمة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أما بعدها فإنها سودة بنت زمعة لما توفى الله خديجة تزوج عليه الصلاة والسلام سودة رضي الله عنها سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي كبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي عليه الصلاة والسلام تقربا إليه وحبا له وإثارا لمقامها معه فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي بذلك راضية مؤثرة لرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها الثالثة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تزوجها وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث وبنا بها يعني دخل بها في المدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت تسع سنين مات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين أما خصائصها فهي أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها من خصائصها أنه ما تزوج صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا غيرها وكان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها وأن الله لما أنزل عليه آية التخيير بين نسائه أن يخترن الدنيا أو يخترن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها فقال ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاستن بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وقلنا كما قالت رضي الله عنها وعنهن من خصائص أمنا عائشة رضي الله عنها أن الله برأها مما رماها بها أهل الإفك وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة شهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم وأخبر أن ما قايل قيل فيها من الإفك كان خيرا لها ولم يكن الذي قيل شرا لها ولا عائبا لها ولا خافضا من شأنها بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها ثم قال وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لما قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيي بوحي يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها قال فهذه صديقة الأم وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها وأطال رحمه الله في ذكر فضلها ومناقبها وما خصها الله تعالى به قال ومنها أن الأكابر من الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم الأمر من الدين يستفتونها فيجدون العلم عندها وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مات في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها وأن الملك أرى صورتها للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوجها في سرقة حرير قال إن كان هذا من عند الله يمضه والناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أما التي بعدها فحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قبله متزوجة بخنيس بن حذافة رضي الله عنه من أصحاب بدر توفيت سنة سبع أو ثمان وعشرين كانت حفصة رضي الله عنها كما في السيرة لأبي محمد المقدسي طلقها النبي عليه الصلاة والسلام مرة فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة وهو منكر بهذا الإسناد والصواب أنه مرسل كما ذكر المحقق وذكر أيضا من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كانت قبله متزوجة بعبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى أرض الحبشة فتنصر هناك وأتم الله لها الإسلام وفي ثبوت خبر تنص لزوجها بالحبشة نظر كما ذكر المحقق تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحبشة ودفع صداقها النجاشي هناك أربعمائة دينار وبعث بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عمر بن أمية الضمر إلى أرض الحبشة وتولى نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص ومن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيما ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو يعدهن ويذكر فضائلهن ومناقبهن وقد أطال فيما يتعلق بنكاح أم حبيب والروايات الواردة وعلى طريقته في الاستطراد أفاد وأجاد رحمه الله في ذكر الروايات وكلام العلماء ونقد ذلك وتمحيصه ثم قال أم سلمة واسمها هندو بنت أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم كانت قبله متزوجة بأبي سلمة بن عبد الأسد توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع وهي آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام موتا وقيل بل ميمونة من خصائصها أن جبريل عليه السلام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهي عنده فرأته في صورة دحية الكلبي كما في صحيح مسلم زوجها ابنها عمر كان وليا في نكاحها لما تزوجت برسول الله عليه الصلاة والسلام ورد بعض أهل العلم بذلك بأنه لم يكن من السن حينئذ ما يعقل به التزويج وانتقل رحمه الله كذلك إلى ذكر زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بنت عمته أميمة فزينب بنت جحش بنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام عمته أميمة بنت عبد المطلب وهي التي كانت تزوجت قبله بزيد بن حارثة فطلقها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كما في سورة الأحزاب وهي تقول زوج كنا أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماواته وهذا من خصائصها رضي الله عنها توفيت بالمدينة سنة عشرين ودفنت بالبقيع ثم ذكر زينب بنت خزيمة وكانت تحت عبد الله بن جحش تزوجها سنة ثلاث من الهجرة وهي المسمى بأم المساكين لكثرة إطعامها رضي الله عنها لكنها لم تلبث عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها ثم ذكر جويرية بنت الحارث من بني المصطلق التي سبيت أسيرة في غزوة بني المصطلق فقضى النبي عليه الصلاة والسلام كتابتها وتزوجها سنة ست من الهجرة وتوفيت سنة ست وخمسين بسببها أعتق المسلمون مئة أهل بيت من الرقيق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا من بركتها على قومها ثم ذكر بعدها صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام تزوجها سنة سبع وهي من سبي خيبراء وكانت متزوجة بكنانة بن أبي الحقيق من رؤوس اليهود الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عطقها صداقها وكان هذا سنة للأمة إلى يوم القيامة كما تولت بذلك الروايات وهذا من خصائصها رضي الله عنها ثم ذكر أخيرا ميمونة بنت الحارث الهلالية التي تزوجها بسرف وبنى بها بسرف موضع قرب مكة عند الداخل إليها من جهة التنعيم من شمال مكة وماتت بسرف على تسعة أميال من مكة وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن توفيت سنة ثلاث وستين هي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي التي اختلف في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام هل نكحها محرما أو حلالا قال فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة امرأة رضي الله عنهن قال أبو الحافظ أبو محمد المقدسي وعقد النبي عليه الصلاة والسلام على سبع ولم يدخل بهن فالصلاة على أزواجه لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد أو على محمد وأزواجه وذريته الصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة وأنهن نساؤه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لم يثبت لها أحكام زوجاته التي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا وللفصول هذه بقية نأتي عليها في مجالس الجمع المقبلة إن شاء الله تعالى الليلة مباركة فاغتنم بركتها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والتضئ صحائفكم ليلة الجمعة ويوم الجمعة بكثرة ما تحوزون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فالموفقون من أمته من يحوز هذه الخيرات باحتراز وحيازة هذه الصلوات عليه صلى الله عليه وآله وسلم وزقنا ربنا بالصلاة والسلام عليه أعلى الدرجات وأسنى المقامات يا كريم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين نسألك ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة واصرف عنا وعن المسلمين شر الأوبئة والأمراض والأسقام والأدواء اللهم عافي مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر الفضيل وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج الغمة وارحم الأمة وأسعد القلوب المؤمنة بانفراج الأزمة والعودة إلى ما كانت تعهده من ارتياد المساجد وشهود الجمع والجماعات وأنت كريم رب رحيم ودود سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين